كده المكتب بين يانا يطلع منه منه اهو وعلى الصالح هادي كده يبقى الحمامات تحت بقى مولسي النهاردة انا اسعد انسان في الدنيا ايه اكلت كباب النهاردة كباب ايه يا طب ايه علاقة الاكل بالسعادة ما الملك مزقطت كده والفرح هتنط من وشك المشاكل اتحلت ايه الامريكان خرجوا من العراق ولا الاسرائيليين انسحبوا من فلسطين يا ابن احنا ملنا ومال المشاكل دي المشاكل دي هتفضل الاجيال القادمة تبقى تحلها براحة راحيتها بقى احنا بنتكلم على المشاكل المقدورة عليها زي مشاكلنا مثلا ايه اخيرا اعترفه بك يعني اه الاهم لبناء مشكلتها تحلت ومحمود مشكلته تحلت كمان طب ومشكلتك انت مش هتحلها هحلها يا مرسي هحلها ازاي؟ هترفع عضية؟ هرفع عضية عالمية اذا كانوا اولادي مشكلتهم ان هم مش معترفين بعباس الدميري انا مشكلته اكبر مشكلته ان مفيش عباس الدميري ده في الدنيا اه هنبتدي بقى في الخلل وضرب الدماغ افهمه انت فاكر الكتاب اللي انا كنت جايبي من العلاقة وخايف عليه زي روحي انا واشفتش مع الكتاب يا ابن الكتاب اللي كنت قاعدة اكتب فيه طول سلين السجن اه قصدك شوية الورق الزبالة دول اه هم شوية الورق الزبالة دول هم خلاصة عمر كله انا مش فاهم حاجة شوية الورق دول هم اللي هيرجعوا عباس الدميري تاني انت ناوي الجنيني ازاي الورق ده هيرجع باس الدميري هنشره في كتاب والكتاب ده هيوكلنا عيش يوكلنا عيش يا ابن بعديه هنبقى مليونرات من شوية ورق ازاي الكتاب ده هيقلب الدنيا هيهز الوطن العربي هيهز العالم كله الكتاب ده عبارة عن نظرية بحث في التاريخ كما يجب ان يكون يا عم احنا عايزين ناكل كما يجب ان يكون الكتاب ده هيخلي ولادي افتخر بيا هيخليني يا مرسى قاعد قدام ليلة وقدر اقول لها انا ابوك يا ليلة انا ابقى عباس الدميري تاني عباس راح فيه عندي مشوار مهم طب عايزة في جبتين مهمين طب قولنا انا عايزة الحاليوم هنكلف وصل الشارع كده تعالي انا اعترف الاول طب منا على محمود عامل ايه في الشقش لسه ما يبادش الوقتي لكن باين عليه ولد منتاز في عباس مش هوصيك عليه تاني يا محمود تحبيتك عباس عملت واصي على محمود تجوز لوبنا وانت يا اخي تناسي نفسك قوي كده ليه مين قالك ان الناس نفسك انا عارف كويس قوي ان هعمل ايه عباس قولي انت بتتلزز يعني انك تعزب نفسك عزب ايه يا ابني انا كويس قوي اهو عملت طلطة ويوم تبعت هنا ويوم تبعت هنا ومفيش في جيبك ولا مليم مين قالك ان ما معايش ولا مليم مين قالك انت مية خمسة وسبعين يارش بطل الزارباء يا عباس ولعلمك انا متضاق جدا من ساعة تخدت مني لعشرين جنيه مكتضاقش يا بحبيب هرجعهم بك بص عباس انا انا قررت انني اجيب لك شقة صغيرة كده علشان تقعد فيها ومعربية وحديك راتب شهري لغاية بس ما الامور تتصلح فيجي الخير والله هبقى شقة وعربية ومرتب وصدقني ان والله العظيم انا ما احتاج حاجة من ده يا عم اسمعني بس اسمعني انت انا عارف دلوقت الزكية كويس قوي وهفاجئكم سعب بس يا اهلا وسهلا تفضل معلش ساتم حمود طب تفجع كده وبطر يا قوي اه ها البيت بيتك يا راجل اتفضل خطوة عزيزة انا بس از الشاطر هتزر عمي عيني يا اخوي ده انا شايلها لك في الدولاب عشان الوادي واحد ميلعبش فيه احنا عيني اتفضل اتفضل ايه يا اخوي اتحطت ايه بك عيني عيني يا اخوي تزدى منيك تشرب ايه بقى اولا حاجة انا اصلي مستعجل مش عايزة تعيبك تعب ايه هايجي ايه جنب اللي انت بتعمله معان احنا مش عارفين نشرقلك ازاي ولا ايه انا عملت ايه اه اه كل اللي بتعمله مع محمود والولاد كل دا و تقول ايه يا ست محمود محمود والابنة وحيد دول ولادي فعلا مو زي ولادي الا صحيح سمعت من محمود كده سمعت غصبا عني والله ان فيه حاجة كده بخصوص ايي يحكي انت سعلان معك معه معاه مع العيال يعني احكيلي فيه ايه دا حكاية طويلة ست محمود والنبلة احكيلي فاض فاض يا اخوي هحكيلي اتح انت متعرفيش غلوتك عند قد ايه ست محمود انت متعرفيش غلوتك عند قد ايه ست محمود والله زي اختي واكتك زي اختك؟ طبعا زي اختكو ما لهاكون زي يمين يعني انا هطلب منك طراب غريب قويس دي مكان اصلا عندي مشوار مهم قوي عايزك تدايل ربنا يفتح عفوشي سلام عليكم سلام ربنا يكفيك شر المداري والمكتوب ولا انتش داري ويرجعك لعشك ولا حد يقدر ينشك ياسي عباس يا خويا